نهارده روي فيتوريا أعلن قائمة منتخب مصر للمباراة طي غينية الفتصفات كالسودان الأفريقية ومباراة جنوب السودان الوداية تعالوا نشوف الأول القائمة وبعد كده نتكلم عن القائمة عشان القائمة فيها كلام حلوة وممكن نقوله يلا بينا في حراسة المرة محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل محمد الشناوي وجوده في القائمة يطمن أنه هو جاهز لمباراة منتخب مصر ومباراة الأهل إن شاء الله عودة محمد أبو جبل مرة أخرى لقائمة المنتخب في خاطة الدفاع محمد هاني وشام صلاح وتواجد أحمد رمضان بيكهم متقلق جدا الفترة لأخيها بالمناسبة أحمد رمضان بيكهم لحد ما مسيماني كان ماشي من النادي الآلي كان طالبه من النادي الآلي إن هو يرجع ويدموه مرة أخرى ياسر إبراهيم دي معلومة يعني على الماشي ياسر إبراهيم وعلي جبل ومحمد عبد الملكم محمود من مرأة كمان متقلق جدا مع فيوتشر عامل أداء رائع جدا ومحمد حمدي وأحمد أبو الفتوح ناحية الشمال خط الوسط فيه مروان عطية وعودة مرة أخرى لمهاند لشين مع حمدي فتحي وغنام محمد ومحمود حمادة وأحمد سيد زيزو ومحمد يال المتقلق أيضا هذا الموسم مع محمد ريدا بوبو حديث الساعة في كل سوق انتقالات خط اللجوم فيه تكل عادة محمد صلاح مستقل فتحي حسين الشحات اللي عاد أيضا لقائمة المنتخب مع عمر مرموش وتريزجيل غابة للفترة اللي فاتت أو المعاصفة اللي فاتت بسبب الإصابة وكهرباء وأحمد ياسر رايين لسجل هدف النهاردة مع أسراميك لوبترة مع مصطفى محمد طيب طيب تعالوا نروح لي أرقام اللعبين المنضمين حديثا لمنتخب مصر أشتعرفوا تأثيرهم وأهميتهم نبدأ أرقام محمود مرعي يا جماعة مش محمد مرعي أرقام محمود مرعي لعب 23 مباراة صنع هدف مرر 57 تمليلة بنسبة النجاح ده معدله في المباراة الوحدة 57 تمليلة بنسبة نجاح 68% تمليلاته في نصف ملعب الخصمي عن الكرات الطولية كرات الطويلة 21 تمليلة بنسبته في المباراة الوحدة 78% نسبة نجاح التمليلات قطع الكرات في المباراة الوحدة يعني كرة كرة ونص يعني تدخل سنائي كرة ونص تشتيد 2.3 تتكلم معدل مرتين في المباراة الوحدة في الصفات الثلاثة ودفع محترم جدا طيب أحمد رمضان بكهم لعب 26 مباراة سجل هدف وصنع هدف تمريراته معدلاته في المباراة الوحدة 31 بلزمة نجاح 79% تمريراته في نصف ملعب الخصم 14.5 بنسبة نجاح 71% في المباراة الوحدة قطع الكرات 1.2 تدخل سنائة 1.9 كل ده بنسبة كل المباراة تشتيد 2.3 مؤمند لشين الموسم ده لعب 24 مباراة سجل هدف تمريراته المفتاحية أقل من تمريره في كل المباراة بس يعني تمريره مفتاحية في كل المباراتين تمريرات 48 في المباراة الوحدة بنسبة نجاح 4.2% قطع الكرات 1.1 في المباراة الوحدة تدخل سنائة 1.2 تدخل سنائي 3.8 تشتيد يعني واحدة تقريبا تشتيد كل المباراة صراعات سنائية 7 بنسبة نجاح 62% بنقول برضو تقريبا مروغة واحدة في كل مباراة 47% نسبة النجاح أرقام غنان محمد لايب واحدة وعشرين مباراة سجل هدف وصنع هدف وتمريراته المفتاحية يعني تمريره مفتاحية كل مبارتين تزديدات تزديده كل مباراة تقريبا أنا مش عايز أقول لكم الفواصل لحاجات دي عشان متطلباته واش يعني تمريلات 39 تمريلة معدلوا في كل مباراة بنسبة نجاح 25% قطع الكرات فاصل 7 تدخلات سنائية 1.4 تشتيد 1.3 في كل مباراة محمد ريدا بوبوليعب 27 مباراة سجل 4 أهداف صنع 4 أهداف تمريلاته المفتاحية واحدة تزديده كل مباراة 1.3 يعني بيشوت على أقل مرة كل مباراة وتمريراته الصحيحة 76% 26 تمريلاته كل مباراة أحمد ياسر ريان أرقامه تمريلاته المفتاحية فاصل 7 تزديد 2.7 في المباراة الواحدة فرصة ضائعة أو فرصة ضائعة 6 كل مباراة تمريلاته 10.5 بنسبة نجاح 66% أرقام محمد إلال الموسم ده لعب 27 مباراة سجل 6 أهداف صنع هدفين تمريلاته المفتاحية 1.2 تزديده 1.4 بنسبة نجاح 7% تمريلات 20 تمريرة بنسبة نجاح 72% قد تمريلات فاصل 6 تدخلات صناية 1.1 تشتات فاصل 3 تدخلات صناية 3.6 بسيطة نجاح بسيطة نجاح بسيطة نجاح تدخلات نجاح